اشتركوا في القناة شارع كنيسة العباط اللي فيه الكنيسة المقصية لقيت الزبطة وقفة زغيرة كده وقفة وعمل إيدها كده وفيه زبطة تانية قاعدة على كرسي عجبني ان أنا أكون من الوطنية عندي ان أنا أجي جنبهم وتصور سلفي أول ما وصلنا قدام باب الكنيسة على الرصيف التاني حصل الانفجار في إقاضي المواطنين من خسائر فادحة في حادث الكنيسة المقصية يعني المفروض ان الانتحاري داخل يدخل الكليسة بالحزام هو يعني يعوق حرفته أو يمنعه من الدخول ولكن حصل الانفجار عايز أقول لك أنا محسيتش بحاجة خالص ولا إني بتصاب ولا بتكسر ولا الهوى فأنا ببص لقيت مفورة دم خارجة من إيدي رجلي الشمال المصورة دي اللي هي بين الرقبة والفاخد ما كانت بتدشدشة طبعاً احتاجت العمليتين فيها ورجلي اليمين دي يعني مرة جبسوا لي والمرة تانية برضو عملولي عملية فيها إيدي دي ما بقيتش تقفل بالكامل يعني ما مقدرش أمسك بيها ألم ولا أمسك بيها معلقة أو حتى ألبس بيها دون يعني لغاية النهاردة الحاجة بتساعدني كما باجي ألب الشجون أنا فتحت عيني على حاجات يعني صعبة جداً لا يرحبوا أعتقد حضرتك وعملك ما تنسي وشوشهم طبعاً المشهد اللي أنا شفته حبيته وإن أنا كنت عايزة أوصله عشان أتصور معاه طبعاً دايماً أفتكره حقيقي دايماً أفتكره تأكيد بينك وبالنفسك كنت بتقول أنا رجل صاحي الصبح عادي نازل رايح أجيب عيش اللي إي حصل لنا كده شمع لنا بالذات أنا سبحان الله يعني هو مقدر لأن يحصل لي الكلام دا وبعدين أنا يمكن أخف من الإصابات الكثيرة أنا في ناس جنبي استشهدوا وفي ناس حصل إصابات كثيرة أو إصابات أخطر وأكتر مني حتى لما سمعت إن رجلي دي ممكن يقطعوها لرجلي لمن؟ قلت لهم وإيه يعني؟ حتى مني هتروع عند ربنا هتسبق لي في شهر بريد جاي تقريبا هيبفت ست سنين على واقعها لسا فيه إحساس بالخوف أننا نعدي بنفس الشارع؟ ما كذبش عليك أنا في البداية بعد الحادثة كنت يعني ببقى الآن فكنت بلف من شارع بعديه لكن طبعا بالتأكيد أنا هستمر أعدي من الشارع والحياة لازم تستمر وحفضل أجيب عيش لي أنيوش هنبطل ناكل عيش والحمد لله على كل حالة شكرا شكرا